طوال الفترة التي تشرفت فيها برئاسة الاتحاد البرلماني العربي كنت دائما مسكونا بهاجس الأسئلة التي منفكت تتقافز أمامي في كل مناسبة أتحدث بها أمام أي محفل ما هي القضية الأهم التي يجب التركيز عليها؟ ما هي أولوياتنا؟ ما هي قضيتنا المركزية؟ وهنا علي الاعتراف بأن كثيرا من الملفات التي تناولناها جاءت تحت إلحاح الوضع الراهن وتطوراته الآنية بحيث يصعب تجاهلها بحجة أن هناك قضايا أكثر مركزية وحيوية منها ومع هذا ربما لاحظ الكثيرون تركيزنا في كل مناسبة على القضية التي كانت دائما في صلب اهتمامنا وفي مقدمة أولوياتنا وأعني هنا القضية الفلسطينية وكما قلت سابقا في مناسبات عديدة إن تبني هذا الملف الذي قد يبدو للبعض تقليديا ومستهلكا ومتقادما جاء عن وعي كامل وتعمد مقصود ولعل السبب الرئيسي الذي جعلنا نضع تلك القضية في أولوية اهتمامنا وعملنا هو قناعتنا الراسخة بأنها أم القضايا وهي السبب المباشر أحيانا وغير المباشر في أحيان أخرى في تشضي وتبرعم ملفاتنا المستجدة الأخرى